أكيد نقول لك ولا أحد كان يضن باللي وديع الجري رأيتها التنسي راح يكون في السجل لذلك اليوم وليد له وحده يعني راح يتنافس معا لا شيء يعني يعني أقول له أسغل هذا كلاسي التروازيام ونحن جرينا ثلاثة راح يتنافس وحده ما نقدرش نقوله اليوم باللي راح يفوز في انتخابته هو راح يترشع وحده انتخابات أخر انتخابات ربما كنا يعني كسبنا فيها يتعمر بهلول لأنه كان 27 الصوت مقارنة يعني بمحمد راوراو في 2017 اللي كان خدا يعني سبع أصوات 41 سبعية كانت نتيجة تاريخية أمام فوزي لقجع يمما هذيك هي اللي ضرت فعلا تواجد الجزائري في الاتحاد الإفريقي لأنه لما مشينا مع حياته بعدها الجزائر دفع الثامن محمد راوراو لما ساند عيسى حياته لتوفى وبعد ذلك طلع أحمد أحمد بطبيعة الحال أنه كان لقاء بلد مشاء ضد عليه وكان يعني عمل ملاح يعني راوراو ضد أحمد أحمد لذلك الجزائر دفعت أرح أحمد أحمد ما بعد أحمد أحمد كمال أحمد أحمد بعد جامو تسيبي في 2021 يعني موران جرت انتخابات واحدة اللي هي اللي خسرها جاهد زفزف وحنا على بلنا كيفاش خسر جاهد زفزف تلك الانتخابات يعني كان هناك يعني اللوبي المغربي اليوم كان اثنين لتاليثة لهم إياه تتحدى اللوبي المغربي وتدخل فيه وتكسره مثل ما راو يعمل وليد صادي اليوم على كسر لقجة وكسر الهي منتاع والسينورمال يقدر عليش ما يقدر لاش عندهم ومثل ما عندهم علاقات عندنا علاقات وحنا الجزائر بلد أقوى يعني من المغرب يعني حتى اقتصاديا ومدام دولة جزائر يريد دعا فيه يقدر يكسر لقجة وإما تمشي تحت جناحه هنا أنا الخوف الخوف كل الخوف أنك تدخل تحت جناح لقجة وتنتظر منه أنه هو يديرك في الانتخابات وبعدين يصيرك وهنا تما خيانه تفضل